فات تقريباً دخلين في خمس أيام وما زالت لغاية النهاردة حالة النشوة، حالة الفرحة، حالة السعادة، الناس كلها بتتكلم عن مطشوات النهاردة تمام، بطولة خاصة بالأهل والزمالي، بغض النظر، أسبوع أول، أسبوع تاني، اللي تيجي في وسط الدوري، تيجي في آخر الدوري، ما فيش شك دي بطولة خاصة للنادي الأهلي ونزمات، مكسبنا فيها كان مكسب كبير أو مكسب كويس، وبقدري أحرزنا أهداف، وكان تركيز لعبة النادي الأهلي رهيب ولما نيجي نتكلم عن ناحة الفنية برضو، تتكلم عن وسط الملعب، أعتقد أن احنا في نادي الأهلي حالياً عندنا أفضل وسط ملعب مش عايز أقول يعني ممكن في الوطن العربي وفي أفريقيا كبير عندنا حمدي فاتحي، عندنا أليو ديانج، عندنا عمر السلية بصراحة التلاتة يعني عندهم تطور غير عادي في مستواهم، علاوة على الجزء التكتيكي بيعرفوا ينفذوا بشكل كويس قوي قوي تعليمات موسيماني كانت واضحة جداً بداياتاً من مباراة الإسماعيلي، مروراً بالبنك الأهلي، مروراً بمباراة الزمالك ودي كانت تحس إن عندهم وصلوا للنضج التكتيكي بشكل كبير أول ووضع جديد وشكل جديد لحمدي فاتحي بالنسبة لأداءه كثالث لعب الزبط حمدي، يعني هو طبعاً حقيقة من أول لمسة تقدر تحكم اللعيب ده صفقة كويسة ولا لأ لأ لعيب كورة ولا لأ حمدي من اللعيبة كمان اللي عندهم ميزة إنه مهما يتعطل يعني هو تصاب فأكتر من مرة مرة تصاب مع المنتخب، مرة تصاب مع نادي أهلي، لكن كل مرة يعني بيزداد بريقة الحمد لله طبعاً وصل لفورما عالية وخليني أقولك كمان يعني هرجع تاني مطش الأهلي بالزمالك بس خليني أخد رأيك في اختيارات الجمهور لشهر أكتوبر، آهلي لعب 4 مطشط شهر أكتوبر، 2 في أفريقيا حرس وطني زهاب وعودة ولعب مطشين في الدوري الإسماعيلي والبنك الآهلي، الجمهور في شهر أكتوبر اختر أكرم توفيق لنجم الشهر أكرم خاد 7 نقاط في شهر أكتوبر في 3 مطشط، 3 في حرس وطني زهاب، 2 في حرس وطني عودة، و2 في البنك الآهلي رأيك في أكرم في مشوارهم على أهلي في أكتوبر واختار جمهورنا دي لها يستحق يستحق ليه؟ أكرم توفيق من اللعيبة برضو اللي عندهم روح قتالية عالية جدا ودي يعني بتديروا أولوية عن أي لعيب بيلعب في الملعب أكرم توفيق من أفضل اللعيبة وسبقوا اتكلمت فيها حتة فنية خاصة قوي أكرم اللعيب في المواقف اللي بيتبقى واحد لد واحد بالنسبة للمدافعين بتبقى أصعب مواقف والعيب مع الكورة أكرم توفيق بيعرف يتعامل مع الجوزية دي بشكل جيد جدا بدالين هو يعني حتى آخر الموارشي بيلعب على أشرف بن شرقي وأشرف قدراته عالية والعيب كويس طبع طبع أكرم توفيق يكاد يكون كل الصنائيات أعتقد أنه مستخلصة تيجي برضو الموازم المباريات أو يكاد يكون حتى مبارات البنك الأهلي مبارات أفريقيا بيتميز جدا في أي منافسات صنائية المنافسات الصنائية دي لو جمعناها كلها مع بعض في آخر المباراة عشر لعيبة بعد عشر لعيبة الفريق اللي هيتفوق أفضل هتلاقيه هو الممكن يتفوق في المباراة ويكسب المباراة أكرم توفيق